بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي وطلاب الصف الأول السنوي أهلا بيكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامج سر التفوق وإن شاء الله هي أدية أولى حلقات العام الدراسي 2018-2019 إن شاء الله يبقى عام سعيد على جميع الأسرة المصرية الحقيقة إحنا المفروض هنتناول منهج الفيزياء بطريقة مختلفة هذا العام ولكنه لا يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة بمعنى إحنا عارفين إن طلاب الصف الأول السنوي هذا العام حيطبق عليهم النظام الجديد وهو دمج التكنولوجيا بالتعليم يعني إيه دمج التكنولوجيا بالتعليم؟ يعني إنت معاك كتاب المدرسة مضاف إليه التابلت بتاعك اللي إنت إن شاء الله هتستلمه قريبا طيب إحنا هنتعامل في برنامج سر التفوق إزاي؟ حيبقى معانا التابلت بتاعنا إن شاء الله بس أنا مش معايا تابلت طبعا أنا معايا اللابتوب على هيئة تابلت بمعنى إن شاشة اللابتوب بتاعتي هتبقى هي شاشة التابلت بتاعك تمام؟ فهتعامل معاك من هذا المنطلق اعتبارا كقناة مصر التعليمية لازم يكون لنا الصبك أو الوقوف جنب أبناءنا الطلبة في كل الأحوال بمعنى إن انت المفروض هيبقى معاك التابلت إحنا هنا هنوفر لك التابلت على الهوى بمعنى إيه؟ إن انت هتشوف كتاب المدرسة والشرح بتاعه والأسئلة وبنك الأسئلة معانا هنا يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إعتبارا من الحلقة القادمة هيبقى معانا التابلت في برنامج سر التفوق يبقى إحنا كلنا كطلاب شاطرين لازم نعرف مواعيد برنامج الفيزياء وبقية المواد ليه؟ لأن إحنا هنعودك من دلوقتي إزاي تتعامل مع الفيزياء عن طريق أو بلغة علمية اسمها هي بقى اسمها فيزياء الحسوب فيزياء لإيه؟ الحسوب يعني إن شاء الله لما تكبر كده وتروح الجمعة وتروح كلية علوم أو تربية أو صيدلة أو إلى آخره أو هندسة هتدرس حاجة اسمها الفيزياء بالحسوب هو أنظام السنوية السنة دي السنة دي هو بيدعمك لكده عاوزك أنت من أول سنة وكده متعود على دمج التكنولوجيا بالتعليم ما تبقاش طالب تقليدي بدل ما أنت بتستنفذ وقتك في وسائل التواصل الاجتماعي اللي أنت بتستفدش منها؟ لأ إحنا المرة دي اعتبارا من هذا العام هندعمك إزاي؟ يبقى أنت هتتعامل علميا وإلكترونيا وجميع وسائل التكنولوجيا إن شاء الله هنحاول نوفرها معاكم هنا إن شاء الله يعني يعني إيه؟ جميع التجارب العملية حوارها لكم هنا التابليب بتاعك أول ما هتشوفه هتشوفه عندنا هنا إن شاء الله بنك الأسئلة أنت طبعا هتلتحن إلكتروني اللي لم يكن في الشهور الأولى هيبقى في الشهور اعتبارا من شهر 12 إن شاء الله طب إحنا هنا دورنا إيه؟ أنا مش هخليك تحل فقط ورقي لا هخليك تحل إلكتروني هتقول إزاي هقول لك لو أنت بقى ولد شاطر ومهتم فعلا وعاوز إن برنامج سر التفوق ده يرفع من مستوىك العلمي والتقني يبقى أنت هتتصل بالبرنامج هنا وهتسيب رقم تليفونك وإحنا هنعمل جروب وإحنا شغلين على الهوى أنت هتتفعل معنا بمعنى إيه؟ إن أنا أي سؤال هحطه على اللاب هيوصلك أي امتحان هشتغل فيه يبقى معاك يعني شوف درجة التكنولوجيا لحد فين هتبقى أنت معنا لو أنت حتى في لقصر في أصوان في أولاد الجليات المصرية في الخارج هتبقى كأنك معنا في قلب الستوديو هنا إزاي؟ هتتصل بالبرنامج وتسيب رقم تليفونك رقم التليفون اللي عليه الواطس وبالتالي هبعت لك امتحانات وهتحل وهتعرف النتيجة كأنك بالزبط في امتحان نهاية الترمي تمام؟ طيب إحنا دلوقتي عاوزين نعرف إيه المقصود بعلم الفيزياء بصفة عامة يبقى أنت كده هتجيبك الرأسة بقى جديدة كده تبقى أنت طولت شاطر وتبتلي فيها تكتب عنوان النهاردة الباب الأول الفصل الأول القياس الفيزيائي أول درس عندنا اسمه القياس الفيزيائي طيب أنت هتدرس إيه؟ هتدرس فيزياء طيب أنت لازم تكون عارف يعني إيه علم الفيزياء يبقى أنت دلوقتي بعد البرنامج أنت قبل ما تسمع البرنامج أنت بتسمع عن علم الفيزياء لكن أنت مش عارف يعني إيه علم الفيزياء يبقى أنت تكتب كده عنوان الحلقة النهاردة القياس الفيزيائي أول سؤال أو أول معلومة لازم تعرفها كطالب أول سنوي ما المقصود بعلم الفيزياء إيه هو علم الفيزياء؟ إحنا كلنا بنلاحظ ظاهرة الكسوف والخسوف والرعد والبرق وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض درجة الحرارة إلى آخره من الظواهر الطبعية مين اللي بيدرس هذه الظواهر الطبعية المنتشرة واللي موجودة في الطبيعة؟ ها هو علم الفيزياء يبقى علم الفيزياء هو العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبعية والكونية وكيف تعمل الأشياء من خلال استنباط قوانين معينة يبقى ثاني ها المقصود بعلم الفيزياء يبقى عنوان حلقتنا النهاردة القياس الفيزيائي أنا عشان أدرس القياس الفيزيائي لازم أكون عارف معنى علم الفيزياء معنى علم الفيزياء زي ما قلنا هو العلم الذي يبحث في تفسير كل الظواهر الطبعية والكونية وكيف تعمل الأشياء ده مجموعة من العلماء اتفقوا على هذا التعريف تمام طب احنا دلوقتي كلنا خدنا درسنا في المرحلة الإعدادية تركيب الزرة الزرة تتركب من إيه؟ من نواة النواة بتحتوى على إيه؟ بروتونات ونيترونات ونيترونات وبيزترونات وميزونات إلى آخره؟ طيب مين اللي درس؟ مين اللي درس حركة الجسيمات داخل النواة؟ طيب إيه اللي بيدور حول النواة؟ هي إلكترونات لها شحنة معينة ولها سرعة معينة ولها كتلة معينة علم الفيزياء يا شباب هو العلم الذي يتعلق بدراسة الجسيمات والأمواج الجسيمات دي جمع جسيم والجسيم ده حاجة صغيرة جدا زي الإلكترون زي البروتون زي الميزون زي النيترون إلى آخره إيه بقى خلي بالك علم الفيزياء اكتب بقى التعريف التاني كده هو العلم الذي يتعلق بدراسة الجسيمات والأمواج إزاي؟ احنا كلنا عارفين تركيب الزرة الزرة تتركب من نواة النواة بتحتوي على بروتونات مجابة الشحنة وليترونات متعادلة الشحنة وبيدور حول النواة في مصارات شبه دائرية هي الإلكترونات السالبة تمام؟ خلي بالك مين اللي بيدرس حركة هذه الجسيمات؟ هو علم الفيزياء تمام؟ خلي بالك انت دلوقتي الأمواج دي زي ايه؟ زي أمواج الموبايل أمواج الراديو أمواج التلفزيون أشاعة ألفا أشاعة بيتا أشاعة جاما إلى آخره من الأشاعة والموجات مين اللي درس خصائص هذه الجسيمات؟ هو علم الفيزياء انت دلوقتي مثلاً بتروح عند الطبيب لقدر الله تعبان شوية بيقولك روح أعمل لي أشاعة وتحاليل وبتروح تعمل أشاعة في مركز أشاعة وبتروح تعمل تحاليل في معمل التحاليل الأجهزة والأدوات اللي انت بتشوفها دي ما هي إلا اكتشافات فيزيائية تمام؟ تمام انت رايح تكشف هتركب عربية تمام انت رايح دولة تانية هتركب طيارة هتركب البحر عن طريق السفن بتسمع عن السواريخ والدبابات والطائرات وصفن الفضاء والأكمار الصناعية إلى آخره والكمبيوتر بتاعك والموبايل بتاعك والسخام في البيت والتلفزيون وانت شايفها وبتشوف الكاميرا وكل الألعاب اللي انت بتشوفها وكل الأجهزة اللي انت بتشوفها كل الأجهزة والأدوات اللي انت بتسمع عنها واللي ما بتسمعش عنها ما هي إلا اكتشافات فيزيائية يعني دلوقتي نقاعد بمزبيره في القاهرة انت في أسوان بتشوفني صوت وصورة قاعد في أي دولة تانية بتشوفنا برضو صوت وصورة الحاجات دي يا شباب ما هي إلا اكتشافات فيزيائية يبقى احنا كطلبة شاطرين لازم نهتم كلنا اهتمام دقيق بعلم الفيزياء ليه؟ الفيزياء ده شباب بترتبط ارتباطا وصيقا بجميع التطبيقات من حولنا ازاي؟ انت هتدرس في أول سنوي مش في ثالث سنوي هتدرس قوانين الميكانيك وهتدرس في ثالث سنوي قوانين القهربية من خلال فهم الفيزيائيين لقوانين الميكانيكا والقهربية مكنهم من اكتشاف السيارات والطائرات وسائل المواصلات ارضا وجوا ما هي إلا اكتشافات فيزيائية تمام هتدرس برضو في أول سنوي الجاذبية وقوانينها فهم العلماء لقوانين الجاذبية مكنهم من التغلب عليها واطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء وانت بتسمع دلوقتي عن حرب الكواكب واحنا لسه هنا لازم نفكر يبقى انت كطالب مصري طالب شاطر لازم كل الوسائل التكنولوجية الحديثة تلفت نظرك ومن هنا جت اهمية دمج التكنولوجيا بالتعليم يبقى انت بتدرس مش دراسة ورقية مش عالماضي انت بتدرس دراسة حديثة وان كان نفس المنهج ما عندناش مشكلة لكن انت لازم تبقى طالب متطور لازم تقدر تتعامل مع التكنولوجيا واحد يقول له انا ما معيش فلوس اشتري ادوات تكنولوجيا هتجيلك التابلت هتستلم بالمجان والتابلت خلي بالك خلي بالك عليه جميع البرامج اللي انت تسمع عنها او ما تسمعش عنها عليه جميع المواقع العلمية يعني ايه يعني انت دلوقتي مفيش معلومة فيه معلومة انت مش عارفة مش هتنتظر المدرس قد يكون المدرس اللي عندك راجل شطر واحسن مني مئة مرة ولكن مثلا سألته سؤال والسؤال دي عد عليه زي ما انت ممكن تسأله سؤال ويعد عليه مفيش مشكلة انت هتكتب السؤال دي على التابلت هتجيلك الاجابة في التول لحظة تب انت عاوز تشوف تجربة معينة هتكتبها هتجيلك على التابلت بتاعك عاوز تشوف اي وسيلة اختراعها هتجيلك وانت كطالب هيبقى ليك بسورد ورقم سري هتخش بيهم على بنك المعرفة المتاح ليك على التابلت بتاعك هتجيلك كل الابحاث وكل الادوات وكل اللي تسمع عنه او ما تسمعش عنه يبقى انت السناء دي لازم تتعامل مع الفيزياء وباقية المواد بحب واستطلاع هيبقى عندك القدرة على الابداع والاختراع عن طريق التابلت بتاعك اللي انت ان شاء الله هتستلمه قريبا نرجع لموضوعنا وحنا ما خرقباش منه على فكرة احنا بنقول ايه الفيزياء ترتبط ارتباطا وثيقا بجميع التطبيقات من حولنا وفهمنا كل الاجهزة والادوات اللي حولينا ما هي الا اكتشافات فيزيائية طب انت بقى قطالب فيزياء ايه مهمتك انت بقى تعمل ايه انت قطالب فيزياء تعمل ايه تحفظ بقى المنهج متاعك عن ظهر قلب لا الكلام ده انتهى اي اسئلة هتجيلك او اي امتحانات هتجيلك في المدرسة بتاعتك او هنا هتقيس مستواك العالي في التفكير هتقيس قدرتك على الفهم والتطبيق مش هتقيس قدرتك على الحفظ والاستظهار عشان كنا بنقول ايه مهمة اكتب معايا مهمة طالب الفيزياء يعمل ايه فهم القوانين الفيزيائية فهما دقيقا علميا ليه لان الكل قانون معنى معين لكل قانون مدلول معين فهمك للمدلول يؤدي الى الابداع والاختراع تمام ده كده مقدمة عن علم الفيزياء ودور الفيزياء في الحياة العملية ودور التكنولوجيا وارتباطها ارتباطا وصيقا بالفيزياء الحديثة طيب احنا موضوعنا النهاردة ايه القياس الفيزيائي تمام انا ما كانش ينفع ابدا اخش مباشر على القياس الفيزيائي بدون من انت تعرف يعني ايه علم الفيزياء ويعني ايه هميه وايه هي اهمية علم الفيزياء وكيف يتم الدمج بين الفيزياء والتكنولوجيا وما هو الاسر المترتب على فهمك لعلم الفيزياء ايه هي الاسر اللي هترتب على فهمك لعلم الفيزياء فهما دقيقا هو الابداع والاختراع الابداع والاختراع احنا هنساعدك عليه هنا والمدرسة بتاعتك هتساعدك عليه والتبلب بتاعك ان شاء الله هيساعدك عليه طيب المقصود بالقياس الفيزيائي. ها. انا دلوقتي عاوز ايس طول الباب بتاعنا. بتاع الشقة بتاعتنا. عاوز ايس طول الالم ده. الالم ده طوله كام? انا مش عارف. يبقى لازم اعمل ايه? اجيب مسترة مدرجة. هنفترك جدلا ان احنا لدينا مسترة مدرجة طولها عشرة سنتي. جيت قرنتها بالالم طوله اثنين قد بعض. يبقى الالم ده طوله عشرة سنتي. عرفت ازاي? لانه قرنته بكمية معلومة. طيب. مثال اخر. الالم ده طوله كام? انا معرفش. طب انا عندي الام اخر انا عارف طوله كام? انا عارف انه طول الالم ده خمستاشر سنتي. ده انا معرفوش. عشان عارفو اعمل ايه? اقارن لاتنين ببعض. طلعوا بالزبط قد بعض. يبقى ده خمستاشر سنتي. وده ايضا خمستاشر سنتي. يبقى القياس الفيزيائي تعرفه ايه? هو مقارنة كمية مجهولة. باخرى معلومة لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على التانية. يبقى القياس الفيزيائي اكتب معايا. ها. مقارنة كمية مجهولة بكمية اخرى معلومة من نوعها. لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على التانية. حلو. انا دلوقتي عاوز اقيس طول هذا القلم. عملت ايه? قارنته بكمية معلومة. طلعوا الاتنين عشرة. ده عشرة سنتي قارنته ده تلعشرة سنتي. يبقى انا عشان اقوم بعملية قياس فيزيائي لازم يكون عندي حاجة اسها. اللي هو طول الالم. يبقى الطول ده كمية فيزيائية. ده ما انا عاوز اقيس كتلة الالم. يبقى هنضع الالم على مزان. هيقول لي كتلته مثلا سابعين جرام. يبقى الكمية الفيزيائية اللي انا هقسها اللي هي القتلة. طيب انا عاوز اعرف الساعة كان دلوقتي. يبقى لازم يكون عندي جهاز يقيس الزمن. الساعة دلوقتي مسلا تلاتة وربع. اتنين وربع. قدرت الزمن عن طريق الساعة. المهم يبقى لازم يكون في عندي حاجة اقوم بقياسها. الحاجة دي قد تكون ايه? طول كتلة زمن الى اخره. الطول والكتلة والزمن دولة اسمهم كمية فيزيائية. حلو. انا عاوز اقيس الزمن يبقى لازم يكون عندي جهاز. الجهاز ده اسمه ايه? الساعة. قلت الزمن بايه? قلت الساعة تلاتة وخمستاشر دقيقة. يبقى انا قلت الزمن هنا بالدقايق. يبقى انا عندي الزمن ده كمية فيزيائية. الساعة ادات قياس. الدقايق دي وحدة قياس. يبقى القياس الفيزيائي يتطلب ما او اكتب الكلام بطنة تانية. ما هي عناصر القياس الفيزيائي? ها? عناصر القياس الفيزيائي. او بمعنى اخر اسمها ايه? متطلبات القياس الفيزيائي. او العنصر اسمه كمية فيزيائية. العنصر التاني ادات قياس. العنصر التالت وحدة قياس. تمام. يبقى اول عنصر اسمه ايه? ها? كمية فيزيائية. العنصر التاني ادات قياس. العنصر التالت وحدة قياس. نجي نتناول كل عنصر على حدة. اول حاجة الكمية الفيزيائية. الكمية الفيزيائية. تنقسم الى قسمين. يبقى احنا هنمسك عنصر عنصر. او العنصر انه كمية فيزيائية. العنصر التاني ادات قياس. والعنصر التالت اسمه ايه? وحدة قياس. احنا هنمسك عنصر عنصر عشان تبقى انت مركز معايا وبتكتب ورايا. الكمية الفيزيائية يا شباب بتنقسم الى قسمين. اول نوع اسمه الكميات الفيزيائية الاساسية. النوع التاني اسمه الكميات الفيزيائية المشتقة. يعني ايه كميات فيزيائية اسية? ويعني ايه كميات في الزيقية مشتق لما انا اقول لك ان الالم ده طوله 15 سنتي واسكت انت فهمت الساعة دلوقتي 3 انت برضو فهمت الالم ده كتلته 60 جرام برضو انت فهمت الكتلة والطول والزمن ديت ما ينفعش اعبر عنهم بحاجة تانية اسمها كميات فيزيائية اساسية بمعنى ايه ما ينفعش اقول لك الالم ده طوله 60 جرام و4 من 10 سنتي كلام مالوش معنى ما ينفعش اقول لك الساعة دلوقتي 3 و10 جرام هتستغرب يعني ايه يعني الزمن ما ينفعش اعبر عنه بحاجة تانية الكتلة ما ينفعش ايضا اعبر عنها بحاجة تانية طلبا انه ما ينفعش يبقى اسمها ايه كميات فيزيائية اساسية يبقى الكميات الفيزيائية الاساسية هي كميات لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى تمام زي ايه انا لسه اايل زي الطول والكتلة والزمن بينما الكميات الفيزيائية المشتقة هي كميات تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى زي ايه زي السرعة والعجلة والقوة وكمية الحركة والضغط والكسافة الى اخره كميات لا حصرة لها انتخذت في المرحلة الاعدالية ان السرعة بتساوي فيها على زين احنا طبعا في الفيزيائية في قولة سنوي بنشتغل معادلات باللغة الانجليزية ولكن احنا بداية بنقول زي ما احنا متعودين من قبل كده ان الاين بتساوي فيها على زين انا هامشي خم مسافة قدرها عشرة متر خلال زمن قدره واحد ثانية يبقى السرعة بتاعتي عشرة متر لكل ثانية لو انا جيت سألتك سؤال وقلتلك يعني ايه جسم يتحرك بسرعة خمسة متر على الثانية يعني ايه جسم يتحرك بسرعة قدرها عشرة متر على الثانية هتقول لي معنى هذا ان هذا الجسم يقطع مسافة قدرها عشرة متر كل ثانية يعني ايه يعني انت قدرت تتعبر عن السرعة بدلالة المسافة والزمن بمعنى ان السرعة ينفع اعبر عنها بحاجة تانية طالما انه ينفع اعبر عنها بحاجة تانية يبقى اسمها كمية مشتقة لكن لو ما ينفعش اعبر عنها بحاجة تانية يبقى اسمها كمية ايه اساسية يبقى هناك فرق بين الكميات الفيزيائية الاسية والكميات الفيزيائية المشتقة. الكميات الفيزيائية الاساسية كميات لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى. زي الطول والكتلة والزمن ودرجة الحرارة وشدة الطيار زي ما هنعرف بعد شوية. بينما الكميات الفيزيائية المشتقة كميات لا حصر لها. هي كميات تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى. زي ايه? زي السرعة والعجلة والقوة والضغط والكسافة الى اخره من الكميات الفيزيائية طب هسألك سؤال علل اكتب معايا علل الزمن كمية اساسية بينما السرعة كمية مشتقة هم هتقول لي ان الزمن كمية اساسية انه لا يعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى طب السرعة كمية مشتقة ليه لانها تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى طب سؤال اخر كارن بين الكميات الفيزيائية الاساسية والكميات الفيزيائية المشتقة هتقول ان الكميات الفيزيائية الاساسية هي كميات لا تعرف بدلالة كميات فيزيئية اخرى زي الزمن بينما الكميات المشتقة هي كميات تعرف بدلالة كميات فيزيئية اخرى زي السرعة والعجلة الاخر طيب احنا السنة دي هنتسئل ازاي احنا كأولى سنوي على انظام جديد هيجلنا نمط السؤال قارن ايه المشكلة ولا هيبقى كله اختيار من متعدد هم تتوقع ايه الحقيقة هيجيلك لاتنين طب واحد يقول لي طب ماشي طب الاختيارات انا هعلم عليه طب المقال انا هجاوبه ازاي هقولك ما تخافش انت التابلت بتاعك مجهز هيديك قلم السؤال المقالي هتجاوب عليه كأنك كأن بالزبط معاك ورقة او قلم بالزبط ما تقلقش من الجزئية دي طيب احنا عاوزين نعرف نمط السؤال اللي هو اختر من متعدد هيبقى ازاي اكتب معايا سين اختر واحد العلم الذي يتعلق بنراسة الجسيمات والامواج هو علم هيجي لك اربع اختيارات مش هيجي لك اختيارين او ثلاث اربعة هل ترى ده علم الكيمياء ولا علم الفيزياء ولا علم الاحياء ولا علم الجيولوجيا طيب السؤال لفترة زمنية معينة انت اخترت مثلا علم الكيمياء ايه اللي هيحصل هيروح جاي لك والسؤال اللي بعده مش هيقول لك صح ولا غلط هيديك في نهاية الامتحان بتاعك الدرجة بتاعتك طيب لو السؤال قدامي على الشاشة وانا اخترت علم الكيمياء هل يا طار ينفع اختار اختيار تاني ينفع بس لو كان سريع لو كان اختيارك سريع طيب الاختيار الصحيح هو ايه يا شباب هو طبعا ايه علم الفيزياء يبقى علم الكيمياء دي بالصح لو اخترتها هتبقى خطأ لكن الحقيقة هو علم الايه الفيزياء طيب سؤال تاني سؤال تاني برضو اختر السؤال بيقول ايه الكميات التي تعرف بدلالة كميات فيزيائية اخرى هي واحد الكميات الاساسية اتنين الكميات المشتقة ثلاثة الكميات الاساسية المشتقة اربعة جميع ما سبق ها هتختار ايه اشتار قدامك هتختار ايه الكميات التي لا تعرف ولا تعرف 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 يبقى انت على طول هتستبعد الاساسية وهتستبعد الاساسية المشتقة وجميع ما سبق يبقى الاختيار الصح بتاعك ايه الكميات المشتقة تمام خلي بالك سؤال اخر سؤال اخر اي الكميات التالية مشتقة واحد اتنين تلاتة اربعة اول اختيار عندك الطول القتلة الزمن القوة طبعا احنا عارفين ايه ان الطول والقطلة والزمن دي كميات اساسية يبقى القوة كمية ايه مشتقة يبقى دا الاختيار بتاعنا معايا كده شباب تمام خلي بالك هو دلوقت انا كل كمية هقعد افكر فيها ان هي اساسية ولا مشتقة هتبقى عاملها صعبة عليها شوية لا الفيزيين ريحوك عملوا مقتمر سنة الف تسعمية وستين عملوا ايه مقتمر سنة الف تسعمية وستين بقيانة العالم لورد كيلفين وقالوا لا احنا هنريح هنريح الناس هنريح جميع الطلبة بحيث نقسم لهم الكميات الاساسية الوحد والكميات المشتقة الوحد تمام قبل سنة الف تسعمية وستين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للمقاييس والموازين كان هناك عدة انظمة للقياس تمام الانظمة دي كتيرة جدا ومتنوعة احنا كأولى سنة وفاقط لغير بناخد فقط تلت انظمة خلي بالك هنا الكمية الفيزيائية هنا الطول هنا القتلة هنا الزمن ايه هي الانظمة اللي كانت متاحة قبل سنة الف تسعمية وستين احنا بنقول ايه كانت فيه انظمة كتيرة ولكن احنا احنا كأولى سنوي بندرس على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر اول اول نظام اسمه النظام الفرنسي النظام التاني اسمه النظام البريطاني النظام التالت اسمه النظام المتري خلي بالك في فرنسا او في النظام الفرنسي بيقسوا الطول بالسانتي بيقسوا الكتلة بالجرام بيقسوا الزمن بالثانية بينها في بريطانيا بيقسوا الطول بالقدم والكتلة بالباوند والزمن بالثانية بينها في النظام المتري اللي احنا كمصر ماشيين بيه كنا بنقسوا الطول بالمتر ومازلنا الكتلة بالكيلو جرام الزمن بالثانية يبقى لكل دولة نظام معين لكل دولة ايه نظام معين في القياس خلي بالك خلي بالك لو احنا هنستورد بضاعة من فرنسا قبل سنة 1960 هنستوردها بالجرام وبعدين نحولها للكيلو جرام تمام طب احنا هنصدر نفس البضاعة البريطانيا او لبعض الدول اللي شغلة بالنظام البريطاني يبقى لازم هنحول من الكيلو جرام للباوند وهناك علاقات رياضية بتربط بين الجرام والكيلو جرام والجرام والباوند والكيلو جرام والباوند المعادلات المعادلات اللي بتربط الجرام بالكيلو جرام علينا لكن التحولات الاخرى مش علينا طيب اصبح الموضوع في مشقة وفي لغبطة في الحسابات جه العالم لورد كيلفن قال لا يا جماعة الكلام ده مش هينفع لازم نوحد الصفوف لازم الدول كلها تمشي على نظام واحد بدل بكل دولة او مجموعة من الدول ماشي على نظام لا احنا هنواحد نظام تمشي عليه كل الدول النظام ده تم تطويره وتفعيله سنة كام 1960 يبقى قبل 1960 كان فيه انظمة للقياس لسنة 1960 تم وضع نظام عالمي جميع الدول ماشي عليه للان النظام ده اسمه يا شباب اسمه النظام المتري او الدولي او العالمي ده معنى ايه طب ما هو النظام المتري ما كان موجود ايه اللي حصل قبل قبل سنة 1960 كان النظام المتري بيشمل ثلاث كميات فقط لكن بعد العقاد المؤتمر الدولي للمقيس والموازين اصبح النظام المتري او الدولي او العالمي بيشمل سبع كميات اساسية بسبع وحدات وبعدين فيه كميتان اضافيتان طيب يبقى احنا دلوقتي عارفين ان الكميات الاساسية كان تلاتة لحد سنة كان 1960 قبل انعقاد المؤتمر الدولي للمقيس والموازين بعد انعقاد المؤتمر اصبح النظام المتري سبع كميات يسألك سؤال ما هو دور العالم كيلفن موجودة معك في كتاب المدرسة ايه دور وعمل ايه الراجل ده ايه اللي قدمه في علم الفيزياء كمقرر لقولة سنوي وعمل كتير الحقيقة لكن احنا كقولة سنوي عمل ايه احنا بيدرسه ها طور النظام المتري طوره ازاي بدل ما كان بيشمل تلت كميات اساسية فقط اصبح بيشمل سبع كميات اساسية وكميتان اضافيتان خلي بالك النظام المتري او الدولي او العالمي يشمل يشمل سبع كميات وسبع وحدات اساسية ايه هما واحد الطول اتنين الكتلة تلاتة الزمن اربعة شدر اول كمية طول رمز ال اختصار لكلمة لنس لنس يعني طول الكتلة يعني ماس يبقى اولها ام الرموز دي عليك هتحفظها زي اسمك واحد بقول لي انت بتقول ها مست هتحفظها اه هتحفظها مو في حاجات لازم تحفظها يعني لما قولك اسمك ايه هتقول تفكر في اسمك لانت بتحفظه اكيد تحفظه نفس الحكاية الكميات الفيزيائية كمصطلح وكرامز لازم تحفظه بس تحفظه بعد ما تفهمه تمام خلي بالك الزمن يعني ايه طايم يبقى تي شدة الطيار انت نست اوف الكتريك كارنت يبقى اولها اي درجة الحرارة تمبريتشر يبقى تي وعليها درجة واحد يقول لي طب ماهو الزمن تي ايه المشكلة طب ماهو درجة الحرارة برضو تي ما عندناش مشكلة ايه اللي بيميز لاتنين ان تي عليها درجة في حالة تمبريتشر لها درجة الحرارة بينما في الزمن مفيش درجة شدة الاضاءة اي في كمية المادة كمية يعني ايه يعني عدد يعني دولة بصوا معايا كده دولة ايه كمية من الاقلام يعني عدد معي من الاقلام ودول كمية من الورق يعني عدد معي من الورق يبقى كمية يعني ايه يعني عدد يعني دوك كمية من الطلاب داخل الفصل يعني عدد معين من الطلاب يبقى كمية المادة حننموزها بالرمز N تمام طيب يبقى احنا درسنا السبع كميات عشان انت لما اقول لك اي كمية فيزيائية ما تقعدش تفكر فيها بقى خلاص انتهى الموضوع انت حفظت السبع كميات حيتبقى عندك كم كمية كميات لا حصر لها يبقى انت هتحفظ زي اسمك سبع كميات فيزيائية اي كمية فيزيائية غير دول هيبقى سبع هيبقى كمية مشتقة هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض النظام المتري او الدولي او العالمي ازاي الطلبة رجعنا لكم مرة تانية ونستكمل مع بعض الوحدات الخاصة بالكميات الفيزيائية الاسية الموجودة بالنظام المتري وزي ما اتفقنا ان الكميات الاساسية اصبحوا سبع كميات وطالما ان سبع كميات يبقى اكيد ليهم سبع وحدات يبقى اي كمية فيزيائية لازم يكون لها وحدة الا بعض الكميات اللي ملاش وحدة وده هناخدها ان شاء الله في مراحل متقدمة من التعليم لكن احنا كأولى سنوي عارفين ان اي كمية فيزيائية لازم يكون لها وحدة ولكن احنا عندنا كمية وحيدة في المنهج كله ملهاش وحدة ايه هي الكمية دي هناخدها في حينها اقعد فكر فيها لحد ما انجدها ان شاء الله طيب الكميات الاساسية سبع كميات يبقى ليهم سبع وحدات ايه هي الكميات الاساسية الطول رمزه قلم بيقاس بواحدة المتر متر بالانجليز يعني متر القتلة بتقاس بالكيلو جرام كيلو جرام يعني كيلو جرام الزمن يقاس بالثانية ثانية يعني سكنت يبقى اس شد للطيار بتقاس بواحدة الانبير انبير بالانجليز يعني انبير درجة الحرارة بالكيلوين كيلوين ده اسمه مين اسمه عالم اللي هو العالم مين لورد كيلوين اللي عمل ايه اللي طور النظام المتري ما تنساش بقى حلو شدت الاضاءة بتقاس بواحدة اسمها القنديلة ايه القنديلة فاكرها ها القنديلة طاعت زمان اللي اسمه ايه ها الشمعة يبقى سي دي قنديلة كمية المادة بتقاس بالايه بالمول المول ده الكتلة الجزائية معبرا عنها بالجرامات والمول ده هتاخده بقى بالتفصيل مع اخوانا اسادة الكيميا عندك باب كامل هتدرس فيه المول والحساب الكيميائي تمام يبقى احنا قادرنا في الفيزي هنا عملنا ايه وصلنا لك ان كمية المادة بتقاس بوحدة المول وده وحدة صغيرة جدا 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 انا مش فاهم يعني ايه كمية المادة انت بتروح السوبر ماركت بتقوله اديني مسلا تمن سكر تمن جبنة تمن بودر اي حاجة بقى بتشتريها شوية كده تمية يعني شوية يعني حاجة صغيرة يعني حاجة بسيطة باللغة العلمية بتقاس بوحدة اسمها الايه المول تمام حلو يبقى احنا اخدنا كمية سبعة قالك فيه بقى ايه كميتان اضافيتان ايه هم ها الزاوية المسطحة والزاوية المجسمة الزاوية المسطحة والزاوية المجسمة تمام خلي بالك لو انت فاكر عناصر القياس الفيزيائي اول عنصر اسمه ايه الكمية اهي بصوا معاكد اهي كم كميات دلوقتي سبعة كميات العنصر التاني لو انت فاكر العنصر التاني اسمه ايه الوحدة ادي سبعة وحدات العنصر التالت اسمه ايه اداة قياس اسمه ايه شباب اداة قياس انا عاوز ايه سطولك انت حقيسه باستخدام المتر الشريتي او المتر الخشبي طيب انا عاوز ايه مساحة الشقة بتاعتنا عاوز ايه مساحة المدرسة اعمل ايه هستخدم حاجة اسمها المتر الشريطي طيب انا عاوز ايه القطر بتاع القلم ده هستخدم ايه القدمة زياد الورانية انت شايف سمك الورقة دي ها شايفو انا عاوز ايه سمك هذه الورقة استخدم ايه ما احنا بداخل قياس في زيائي هستخدم ايه هستخدم ايضا القدمة زياد الورانية او الميكروفيتر يبقى احنا عندنا الطول بكمية فيزيائية ممكن يبقى طول كبير زي مساحة المدرسة زي مساحة مدينة حيثها باستخدام المتر الشريطي عاوز ايه سطول اشخاص يبقى هستخدم المسطرة المدرقة عاوز ايه ساقطار كتر قلم كتر دبوس سمك لوح زجاجي سمك ورقة اعمل ايه استخدم القدمة زياد الورانية او الميكروفيتر واحنا ان شاء الله في باية الحلقة القادمة ان شاء الله يعني انقدرنا المولى البقاء واللقاء هجب لكم الاجهزة اللي احنا هنقيز بيها هذه الكميات الفيزيائية وهجب لكم التابلت بتاعنا اللي احنا هنتعامل بيه ان شاء الله على امل اللقاء بكم نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى